كمام اللي في رقابتنا احنا دين له انه هو يعمل كل شيء يعمله في الدولة لغاية لما توصل للتوريس لان صحيح مين ده ابن جمال هو ابن صاحب الضربة مين في مصر ابوه صاحب الضربة الجوية الاولى مستر حكيم يتحدثنا نحن أن المعارضة في المدينة تتحدث أن مبارك كان أولاً الذي أصدقى أولاً محاولة للطفل الإسرائيلي وكان أولاً that got or brought the victory to Egypt هنا طبعاً لازم جمال هو اللي يكون أحسن واحد يرعى مصلحة الوطن مين أبوه صاحب الضربة الجوية الأولى مين اللي اتربى في المطبخ السياسي مين اللي يقدر يتحمل مسؤولية بلد كبير زي مصر علشان يكمل تدميرها عظيم عظيم لحد كده احنا وصلنا حوالي نص ساعة فنتمنى نتمنى ان كل شيء يرجع لأصله بعد الثورة المصرية شكراً مسعخين شكراً شكراً